تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية هذا وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 363 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 85 طن مواد غدائية وغير غدائية كما تم ضبط قرابة 24 طن سلع غدائية بمجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية فقد تم ضبط أكثر من 34 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 18 طن سلع غدائية كما تم ضبط 481 قضية من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات